كان في تحريك في المنابر في الجامعات في المملكة ما في شك في تلك الفترة طيب أنت وصلت إلى أفغانستان في تلك الفترة أولا الشباب الذين رأيتهم في تلك الفترة كم كانت الأعمار الذين يأتون للانضمام إلى قاتلة المجاهدين الأفغان في الواقع أن السمة الغالبة على الشباب الذين يأتون هي في الفئة العمرية ما بين الخامسة عشر إلى الخامسة والعشرين أسامة لم يكن شخصا عاديا في أي مرحلة من مراحل عمره هذه حقيقة لا بد أن نقررها جاء من أكبر الأسرة الثرية المعروفة على مستوى دول الخليج والمعروفة أيضا بعلاقاتها بالنظام السياسي هنا في البلد سواء من خلال المشاريع العمرانية أو غيرها هذا الجانب الجانب الآخر أنه جاء بدعمه المالي سواء الدعم المالي الخاص به هو الذي يملكه هو أو الذي تملكه أسرته أو أيضا تأثيره في المجتمع هنا باعتباره داعية للجهاد في سبيل الله عز وجل وكان يجمع التبرعات وأيضا علاقاته المميزة بأصحاب القرار علاقاته بالمجتمع هنا ككل لم يكن أسامة أنا أريد على الساحة الأفغانية على الساحة الأفغانية كان شخصية بارزة هنا في داخل المملكة تجهيز الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان وإعدادهم ذهنيا ونفسيا وإيجاد الرفقة التي تسافر معهم من هنا مثلا يعني مثلا أنا أضرب لك طبعا قد يستغرب الناس الآن في هذا الوقت الذي أصبح الجهاد جريمة فيه قد يستغربون ما أقوله الآن لا تستغرب أنه كان في مطار جدة كانت مجموعة من الشباب المجاهدين مهمتها استقبال من يأتي إلى مطار جدة لكي يسافر إلى باكستان كان هناك مكاتب في جدة مهمتها أيضا حجز التذاكر المخفضة للشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان تطلعه للجهاد كان قبل أفغانستان وأنا كنت ذكرت هذه الحقيقة التي أعرفها أسامة بن لادن كان متطلعا للجهاد منذ كان شابا ولهذا كنت ذكرت في بعض اللقاءات وهذه حقيقة معروفة أنه لما كان هناك حصل الإشكالات في سوريا بين النظام السوري وبين حركة الإخوان المسلمين وهذا كله كان معروف في ذلك الحين عالميا أسامة كان يفكر في أن يذهب إلى سوريا لكي يشارك المسلمين جهادهم هناك روح التطلع روح الجهاد كانت روح مزروعة ومغروسة في نفسية أسامة بن لادن عملت معه أنت عملت كمفتي كمستشار شرعي له يعني ربما هو كان يعتبر لي شيئا من هذا ربما كانوا الآخرين أيضا يتعاملوا معك على الأساس شوفي أخ داود أنا لا أرشح نفسي ولا أصفه لكن أنا أقول لك التعامل الذي بيني وبين أسامة لا شك أنه كان يرجع إلي في مسائل الفتوى يشاورني ما خذت المعركة ما دخلت ساحات الجهاد لا دخلت كيف ما دخلت حاربت خذت بعض المعارك دخلت مع الشيخ عبدالله عزام ودخلت مع أسامة بن لادن أسامة بن لادن كان يقوم بدور عسكري كان يخوض المعارك بشكل دائم أم أنه أكثر دوره هو تمويلي وتوجيهي وقيادي في الفترة الأولى من بداية الجهاد كان دور أسامة بن لادن دور تمويلي وتعبوي لكن بعد أن تأسست معسكرات خاصة للعرب أصبح دور أسامة دور مباشر وأصبح هو الذي يخوض المعارك بنفسه وهو الذي يخطط تخطيطا عسكريا وهو الذي يعين القيادات وهو المشرف العسكري على كل المعسكرات نستطيع أن نقول اختصاراً وإن كان ليس بهذا الوضوح لكن نستطيع أن نقول بأنه كان القائد العسكري للمجاهدين العرب لماذا أختار أسامة بن لادن 15 شاباً من 19 من السعودية دون أن نغمط بقية الشعوب حقهم لكن أنا أقول لك من خلال الجهاد في أفغانستان الشباب السعودي شباب متميز شباب متميز بالتضحية شباب متميز بالإقدام شباب متميز بأن عنده رغبة في حب الجهاد عنده رغبة في الآخرة عنده رغبة في الجنة ما عنده ترد الشباب السعودي شباب متميز شباب مضحي تواق إلى الجهاد خذ الآن في العراق من أكثر الشباب أليسهم الشباب السعودي رغم المشكلات ورغم العقبات ورغم العوائق ومع ذلك الشباب السعودي ما يسمع بأي هيعة أو صيحة تقال للجهاد في سبيل الله البسنة والهسك ألم يكن الشباب السعودي هم أكثر من أنت تعتقد أنه ما يجري في العراق جهاد أنا أعتقد أن قتال الأمريكان في أرض العراق جهاد وأن الأمريكان معتدون وأن العراقيين والمسلمين الذين يدافعون الأمريكان في العراق أن هذا دفاع شرعي واجب وأن الأمريكان معتدون إيش اللي جاب من فلوريدا ومن واشنطن وغيرها هل العراق بلادهم هل هي أعراضهم هل هي أرضهم هل هي أمانهم ما الذي جاء بهم ماذا يفسر بكل المعايير لا يسمى إلا اعتداء ودفع الاعتداء ما في أحد يقول بأن دفع الاعتداء لماذا يتحدث كثير من الدعاة في المملكة العربية السعودية مثل سلمان العودة مثل عائض القرني مثل آخرين يقولون أنما يجري فتنة وأن هذا ليس جهادا أنا الذي أعرفه طبعا وأنت لك معلوماتك لكن أنا الذي أعرف من سلمان ومن عائض وغيرهم أنهم يقولون دفع الأمريكان جهاد لكنهم لا ينصحون أن يذهب الشباب السعودي طيب الشعب اليمني هل ترون يذهب أو لا الكويت لماذا أنتم تخصون الشباب السعودي تقولون لا يذهب هل هي مجاملة للنظام في السعود